الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذاريات ذقوا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبط إنكم لفي قول مختلف يؤفت عنه من أفك قتل الخطاصون الذين هم في غمرة سابون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون والسماء ذات الحبط إنكم لفي قول مختلف يؤفت عنه من أفك قتل الخطاصون الذين هم في غمرة سابون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وحيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسفار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائن والمحؤون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعتون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المقرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلامهم منكرون فراض إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقصبه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صصة فسكت وجهها فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أسلنا إلى قوم مجربين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يطافون للذين يطافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برثمه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبثناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليه مضيح العقيم ما تذر من شيء نفت عليه إلا جعلته كالظميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من فيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسدين والسماء بنيناها بأيه وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففقوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاهون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم مثل زب وما أريد وما أريد أن يطعمون إن الله هو الغزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وابطور وكتاب مصطور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعفون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها التي كنتم بها تكذبون أفتحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور من مصفوفة وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رحيل وأمددناهم بفاكهة ولحم ولحم مما يشتغون يتنازعون فيها كأسا لا له فيها ولا تأذين ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البصر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البصر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن بكاهن ولا مجنؤون أم يقولون شاعر نتربص به ريس المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم قارون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليستوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه بل يأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء سافطا يقولوا سحاب مقكون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصحفون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك في أعيننا وسبح في حمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإجذار النجوم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القواد مصرة فاستوا وهو بالوفق الأعلى ثم بنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما صغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرعيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة طيزة إن هي إلا أسماء سميتمها سميتمها أنتم وآباؤكم إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تخوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويضع إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما له به من علم إن يتبعون إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بقون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قلينا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم وإبراهيم الذي مكى ألا تذر وازرة ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأما سحيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أبات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من النطفة إذا تنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو رب الشحرى وأنه أهلك عاد وأنه أهلك عاد للأولى وتمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفك فأهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أجفة الآجفة أجفة الآجفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر